اشتركوا في القناة 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 محمود تريزيجي لاعب تربازون سبور التركي مش هلعب في اي نادي مصر غير النادي الاهلي وهذا الامر صحيح فيما يخص هذا الامر نادي الزمالك كبير ويمتلك لاعبين على اعلى مستوى ولكن بالنسبة لي ان النادي الاهلي هو بيتي وفي حالة عدم طلبي او ضمي لنالعب في مسابقة الدوري المصري نهائيا واضاف لنالعب في اي نادي ينافس الاهلي في الدوري المصري والامر واضح فيما يخص هذا الامر سواء نادي الزمالك او برمذ الذي اكن لهم كامل الاحترام وشدد لاعب الزمالك كلهم جيدين يوجد زيزو وعواد ودنجا وفتوح وكلهم قريبين مني واتمنى احتراف زيزو في الخارج واتم النادي الاهلي بيتي وفي حال عودتي الى الدوري سيكون من الى بيتي وهناك اتفاق حول هذا الامر هدفي في الوقت الحالي مواصلة الاحتراف الخارجي اسلام صادق حمزة المسلوسي مستمر مع نادي الزمالك في الموسم الجديد واتم الزمالك يفوض حال الثالث ليكون مع عواد وصبحي في الموسم الجديد والاقرب يكون احمد نادر السيد احمد شوبير تأكدت ان بدر حامد تسلم عمله في قطاع ناشئين نادي الزمالك وتم اسناد رئاسة قطاع الناشئين في الزمالك لبدر حامد واتم معرفش مصير محمد حلمي ايه بعد تعيين بدر حامد ممكن يفضل موجود وممكن يمسك منصب تاني احمد شوبير اتأكدت من خبر حصول انبي على مبلغ من تتويج الزمالك بالكونفدرالية ضمن صفقة زياد كمال وفي حال فوز الزمالك بالسوبر الافريقي انبي هياخد خمسين الف دولار وفي حال الفوز بالدوري مليون جنيه وكاس مصري مليون جنيه اسلام صادق احد اعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك تواصل مع مصطفى محمد من اجل العودة للفريق في الموسم الجديد واللاعب سيحسن قراره خلال الايام المقبلة واشار نفس المسؤول الزمالكاوي رشح احمد ياسر ريان ليكون بديل مصطفى محمد حالى رفض عودته وهناك انقسام في مجلس ادارة نادي الزمالك حول اسم احمد ياسر ريان الاعلامي امير هشام الزمالك ارسل خطاب الى وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم يختره باستدعاء خمسة لاعبين اجانب لمنتخبات بلادهم يوم 28 مايو الجاري واضاف تم استدعاء كل من الاوغندي موتيبة والبنيني سامسون اي كينولا والتونسيين حمز المسلوسي وسيف الدين الجزيري والفلسطيني ياسر حمد للانضمام الى منتخبات بلادهم بالمعسكر المقبل وارضف الزمالك اكد في خطابه ان استدعاء الخماسي يأتي بخلاف لاعب الفريق المنتظر انضمامهم الى معسكر منتخب مصر المقبل وبناء عليه طلب النادي تأجيل مباراته امام بروكسي في دور الـ 32 من بطول الكاس مصر واختتم الى اتحاد التنسي طلب انضمام علي معلول ظهير ايصر النادي الاهلي قبل اصابته وسوف يتم الرد بالتقرير الطبي وحاجة اللاعب للعلاج ايهاب فايز رئيس نادي بترول اسيوت استغرب موقف رئيس نادي امبي في عدم منح حق بترول اسيوت في صفقة بيع مصطفى شلبي للزمالك حتى الان وتابع ارسلنا طلبا لامبي بحقوقنا مرة واثنين ولكننا شركة واحدة وننتظر الرد واكمل النادي له الحق في الحصول على 15% من قيمة بيع مصطفى شلبي لأي نادي وعند انتقاله للزمالك لم نحصل على هذا المبلغ ونحن على هذا الحال منذ عام عكس مسؤول سيراميكا كيليو باطرا فعند انتقال محمود زالاكا الى براميدز تم منحه نسبة تم منحنا نسبة 20% على الفور نحن وزارة واحدة وقطاع بترول واحد ولا يجوز ان نتجاوز في حق احد وننتظر الرد وارضف انتظرنا ازمة القيد التي كان يعاني منها امبي والورا يقول ان لدينا نسبة 15% من نسبة بيع مصطفى شلبي وقال بترول اسيوت نادي قطاع عام ليس استثماري ولا نملك اي موارد لتحقيق الارباح سوى بيع اللاعبين وتابع صرفنا اكثر من 8 مليون جنيه على الفريق في دور المحترفين ولن يصدق احد ذلك ونعمل على رزق بيع اللاعبين ولدينا ايضا ازمة مع نادي اسوان وكان امبي طرفا فيها بشأن بيع بعض اللاعبين واختتم اتحاد الكرة لم ينصفنا ولم يتم حل الازمة حتى الان بس كده هدي كل اخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالي كتمنى الفقر اكون خفيفة على قلبكم ادعموا لعب لايك الفيديو سبسكرايب للقرام وتشاكموا في الدراءة ادعمكم لو عندكم اي ملحوظة اصيبوها في التعليقات سلام